لو الواحد تفكر أطول فترة أعطاه فرحان قوي قد إيه? هتلاقي نفسك مش عارف تجاوب فرحان قوي دي نادرة وأطول فترة ده سؤال يعني متفائل جدا مش كده لأن اللي بيفرح مش بيفرح قوي ولو فرح قوي بيقول الله ما اجعله خير وطبعا مش بتطول أكيد فيه تعبير جميل قاله القديس بو بطرس قال افرحوا لكي تفرحوا لما الواحد بيختار يبقى فرحان وعلى فكرة ده مش كلام نظري انت ممكن تسعى الصبح تقول مش هتدايق النهاردة هتلاقي مئة حاجة تدايقك لكن هو موقفك ايه؟ انت اللي بتسمح للمدايقة تدخل أو ما تدخلش العكرة ده قرار انك لتعكر نفسك ولو ما تعكرش نفسك ده قرار فالفرح قرار بدليل انه كذا مرة يجي في الانجيل افرحوا ما تسيبش نفسك تدايق ما تفكرش بطريقة دايقك فكر بطريقة تفرحك والفرح عموما لو ما تخل سهل قوي اسمه اشكرك يا رب والفرح لو ما تخل سهل قوي انك تحب اللي حواليك لو عرفت تعمل دول هتلاقي نفسك بتختار تبقى فرحان الفرح بيكسر على طول مع كل خطيئة يعني اول ما بتخضب طار الفرح طبعا اول ما بتشتهي شهور رديئة راح الفرح اول ما بتسيب نفسك للمشغولية الزيادة اختف الهم والغم يبقى انت لازم تبقى مرائب نفسك لان الحاجات دي ضد السماء الحاجات دي بتشدك لتحت الهموم والغموم والفرح الطفولي البريء ده ده بيشدك للسماء فما تسيبش نفسك تتدايق انا دايما لما اتكلم على الفرح بفتكر البابا شنود الحقيق البابا شنود على قد ما كان في حياته اعلام فضيعة ومشاكل ضخمة سياسة وغيره كان بيتحك من قلبه زي الاطفال لانه كان بيعرف يصلي فلما بيصلي ويضلق عند ربنا كل حاجة تقعد معاك حس ان الدنيا بخير وما فيش مشاكل خالص والموضوع ايزي قوي فهذه بقى مش مصدق روحه يعني ازاي في حد عارف يعيش كده فمع كل اللي حواليه ده وقود لما يكلم في مشاكل ومشاكل مرعبة يكلم بمنتهى الثلاثة ليه لانه بيعرف يصلي اللي بيعرف يصلي يعرف يدوء السماء لانه بيعرف يحب وبيعرف يفرح افتكروا المعنى ده اللي بيعرف يصلي بيعرف يحب وبيعرف يفرح هو حط رجله في السماء خلاص sooner or later هيكملها بالرجله التانية في السماء لكن رجله الاولانية دخلت السماء لانه بيعرف يفرح وبيعرف يحب